من يضع العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في سياقاتها التقليدية لا يستغرب الدعم الأمريكي المطلق لتل أبيب في كل الأوقات وفق موقع أكسيوس الأمريكي تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للمساعدات العسكرية لإسرائيل حيث ساهمت بنحو 130 مليار دولار منذ نشأة دولة إسرائيل وتعد إسرائيل أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي والذي يمثل نحو 15% من ميزانية الدفاع للبلاد في السنوات الأخيرة يشيل تقرير أكسيوس أيضا إلى أن أكثر من 80% من واردات إسرائيل من الأسلحة جاءت من الولايات المتحدة بين عامي 1950 و2020 وكجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة أوباما تحصل إسرائيل على 3 مليار و800 مليون دولار سنويا مقابل أنظمتها العسكرية وأنظمتها الدفاعية الصاروخية كما منحت إسرائيل إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأكثر تقدما في العالم بما في ذلك الطائرات الأمريكية المقاتلة F-35 30 وبالتأمل في حجم هذه المساعدات تبدو إسرائيل بالفعل كما توصف حليفا مدللا لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة ديمقراطية كانت أو جمهورية فدعم تل أبيب لا يشق صف الحزبين كما تفعل ملفات أخرى والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو أي مصلحة لواشنطن خلف كل هذا الدعم